نائب وزير الخارجية الأمريكية يؤكد دعم واشنطن لمسال الانتقال الديموقراطي في تونس ودفع التعاون الثنائي بين البلدين وزارة وشؤون الاجتماعية تعلن التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله إجباليا إلى الـ 62 سنة واختياريا إلى الـ 65 قبل توجه إلى باريس الحريري يقول أن إقامته في السعودية تأتي من أجل التشاور حول مستقبل الوضع في لبنان وعلاقاته بمحيطه العربي منتصف الليل من تونس أهلا بكم يؤدي نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان زيارة عمل لتونس يبحث خلالها سبل دفع التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة هذه الزيارة التي تعد الأولى لمسؤول الأمريكيين رفيع المستوى في إدارة الرئيس دونالد ترامب التقى خلالها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشهد ووزير شون الخارجية خميسي جهنوي خلال استقباله من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أكد نائب وزير الخارجية الأمريكية جون سوليفان مسندة الإدارة الأمريكية لتونس وحرصها على دعم تجربتها الديمقراطية الرائدة وعلى الوقوف إلى جانبها في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية ما سيصهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ويشجع المستثميرين الأمريكيين على استكشاف ما تتيحه السوق التونسية من أفاق واعدة من جهتها أكد رئيس الجمهورية أن تونس التي تحظى بدعم سياسي واقتصادي متميز أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى مزيد الارتقاء بأهليات التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار للبلاد والمنطقة عموما كما كان للمسؤول الأمريكي لقاء برئيس الحكومة يوسف الشهد بدر ذيافة بقرطاج وفي ندوة صحفية عقدها نائب وزير الخارجية الأمريكي إثر هذا اللقاء أكد التزام الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة دعم تونس في مسارها الديمقراطي على أكثر من سعيد نحن نعتز بمعاضة جهودكم لتحسين الأمن وتطوير المؤسسات والممارسات الديمقراطية ودعم النمو الاقتصادي ولقد عززنا من استثمارنا في نجاح تونس هذا العام إذ رفعت الولايات المتحدة من مساعداتها الإنمائية والعسكرية بزيادة فقط نسبة 30% عما كانت عليه سنة 2016 لتبلغ 205.4 مليون دولار وأقد المسؤول الأمريكي تثمين بلاده للجهود المبذولة في تونس من أجل إصلاح المنظومة الاقتصادية ولقد تناولنا اليوم بالنقاش الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة وتدابير مكافحة الفساد التي تعمل الحكومة التونسية على تنفيذها وستؤدي هذه الإصلاحات إلى المزيد من النمو الاقتصادي والازدهار وتنامي العلاقات التجارية والاستثمار الأجنبي في تونس ونفاذ أوسع للمنتجات التونسية إلى الأسواق وحول الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب قال المسؤول الأمريكي إذا علينا أن نوطد ما تحقق من مكاسب ضد داعش ونمنع اتخاذ الجماعات الإرهابية لملاذات آمنة تلك الجماعات التي لا تزال تتحسس فرص إعادة التجمع في شمال إفريقيا والتي تهدد الولايات المتحدة وشركائنا بما فيهم تونس إن الهجمات الإرهابية الأخيرة التي جدت هنا بتونس وبنيويورك لا تؤكد على أهمية استمرار تعاوننا لضمان أمننا المشترك الأمر الذي يكتسي أهمية الآن أكثر من أي وقت مضى وخلال لقاء جمع وزير الخارجية إخميس الجيناوي بنائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان تم التطرق إلى سبول دفع التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب الخوض في الاستحقاقات الثنائية القادمة وفي هذا السياق أكد جون سوليفان حرص إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس ودفع التعاون الثنائي على المستوى الأمني مع إعطاء حيز مهم للتعاون في المجال الاقتصادي مشددا على أن استمرار التعاون الثنائي يعد من الثوابت السياسية للخارجية الأمريكية اللقاء تم خلاله التعرض إلى الملف الليبي حيث قدم وزير الخارجية عرضا حول آخر الخطوات التي تم قطعها في إطار تفعيل مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي موضوع آخر الآن أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية كمال مدوري أنه سيتم التمديد في سن التقاعد في القطع العام بجعله إجباريا إلى حدود الـ 62 سنة واختياريا إلى الـ 65 سنة جاء الإعلان بعد اتفاق في الغرض بين الحكومة والاتحاد العامة نسي للشغل حدد أو حدد آلية التقاعد الترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة إجبارية وفق مراحل مع ثلاث سنوات هامشها اختيارية هو خلاصة اتفاق مبني صلب اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية لتشخيص أنظمة التقاعد العمومي والخاص عبر وثيقة عدت مرجعية أثر اتفاق الحكومة والأطراف الاجتماعية على تشخيص أسباب عجل الصناديق الاجتماعية ومحسلته كالآتي ما هو متفق عليه حاليا مع الاتحاد العامة والتنسي للشغل وتم هذا في إطار حتى الهيئة الإدارية للاتحاد العامة والتنسي للشغل هو الاتفاق على الترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة إجبارية ولكن وفق مراحل التون نرجع لها وثلاث سنوات بسفة اختيارية كذلك الترفيع في المساهمات المحمولة على المؤجر والأجير في القطاع العمومي بثلاثة بالمئة إضافة إلى الاتفاق على أليات للمراجعة وتعديل ألي الجيريات هذا سيتم التفاوض والتناقش مع الاتحاد العامة والتنسي للشغل وتبع المسؤول في تبسيته لفحو الاتفاق المبدئي أن المرحلة الاختيارية تبقى وفق ما يقدم للمؤجر وأن مراجعة أنظمة التقاعد لا خلاف حولها بين الأطراف الاجتماعية والحكومة كاتفاق مبدئي على الترفيع في سنة التقاعد بداية من سنة 2019 بسنة بالنسبة لمن سيبلغ سنة التقاعد عام 2019 وبسنتين لمن سيبلغ سنة التقاعد في سنة 2020 على أنه يمكن بالنسبة لهذه الشريحة الأخيرة يعني المشيوسة 60 سنة عام 2020 وقبل بلوغ 62 سنة اللي هي إجبارية يختار وفق مطلب يقدم للمؤجر الترفيع في سنة تقاعده إما بسنة يعني إما 63 وأما 64 وأما 65 هذه المراجعة رافقها اتفاق مبدئي ثاني يتعلق بإحداث مجلس أعلى للحماية الاجتماعية ينظر في الحلول الأخرى لإيجاد موارد أخرى لتمويل الصندق الاجتماعية وأنظمة الضمان الاجتماعي لتكون على شاكلة هيئة قيادة احترازية مسؤولة على المتابعة واليقظة والاستشعار فيما يتعلق بالتوازنات المالية لصندق الضمان الاجتماعي تواصلا للاستماع لمختلف الوزارات فيما يخص ميزانية الدولة لسنة القادمة تم الاستماع في مجلس نواب الشعب لكل من وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الشباب ورياضة ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتشددة قال وزير الشؤون الخارجية خميس الجنوي إن الاعتمادات المخصصة للوزارة في مشروع ميزانية الدولة والتي تناهز 211 مليون دينار لا تسمح بتحقيق طموحات الدبلوماسية التونسية مذيفا خلال جلسة استماع عن صلب لجنة الحقوق والحريات أن التمثيلية التونسية في الخارج تقتصر على 90 بعطة مع ضعف هذه التمثيلية في دول أمريكا اللاتينية وأسيا وبين أن الاعتمادات المرصودة لا تستجيب لحاجات الوزارة من الموارد البشرية وأن تونس تسعى إلى تعزيزي ديبلوماسيتها الاقتصادية لاحظت الميزانية تم الترفيع فيها بنسبة 6.8% إن شاء الله نتمكن رغم الظروف الصعبة يعني من تحقيق حاجيات بعثاتنا الدبلوماسية والإدارة المركزية وفيما يتعلق بتقرير اختيال الشهيد محمد الزواري صراحة وزير الخارجية بأن الوزارة تلعت على التقرير الخاص بهذه العملية عن طريق وسائل الأعلم هل هذا مسألة أمنية؟ بالأساس الخارجية تتوليها لما جينا تقارير أمنية ويثبت في طرف دول أجنبيه اللي ظلع في هذا أحنا سنقوم بدورنا كوزارة الشهيد الخارجية لحشد أكثر ما يمكن من الدعم الدولي لدفاع على مصالح تونس نحن هذا التقرير ما زال الأطراف الأجنبية ما زال وقدموش الجهات المختصة في تونس وأظهر تقرير قدمته وزارة شؤون الشباب والرياضة وجود أكثر من ست مائة ألف عاطل عن العمل أغلبهم من الشباب ومليون شاب غير منخرط في مسار دراسي وتكويني وتشغلي وثلاثة وأربعين بالمئة غير راضين على الخدمات العمومية وستين بالمئة لا يثقون في مؤسسات الدولة وأعلنت وزيرة شؤون الشباب والرياضة مجدورين الشارني أن برنامج مبادرون الجديد يهدف إلى مساعدة هؤلاء الشباب حطوا على الذم الإطارات متاعنا والمؤسسات متاعنا لكي نعاون الشباب الساعة على التعويل على الذات على كونه تكون عنده تنمية قدراته الذاتية على اليوم العمل التطوعي اللي قاعدين نخدمه عليها رو خاطر اليوم إذا كان عنا البطالة لأنه يخاف حتى من كونه يعمل مبادرات خاصة ومن كونه يدخل للقطاع الخاص وخلال جلسة استماع صلبة لجنة المالية أكد وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة خالد قدور أن شركات كبرى غادرت تونس للبحث عن مشاريع أخرى وأنه لا بد من القيام بمحاولة تجديد المخزون الطاقية والذي يعتبر من أهم القرارات وأن الدعم هو الإشكالية الكبرى بالنسبة للدعم الحقيقة قاعدين نفكروا في عدة حلول من جملة الحلول هذه صحيح أنت على السيارات معناها كيفاش ننجموا أنتاكس السيارات لكن بالنسبة للليسانس أو البنزين اللي بيع أنتاعه ثم حلول تقنية قاعدين ندرسوا فيها النوفو برودي النوفو برودي تسمى كربيران بريميوم واللي يسمح معناها بإدخاله في السوق واللي تستعمل السيارات هذه السيارات الفخمة واللي يكون هو بدون دعم دعم قروط الغاز واجب لأنه ذلك استهلاك من الطبقات الشعبية وأكد خالد قدور أن أسعر برميل النفط المتغيرة عالمياً قد تؤثر على سعر البنزين بثمانين مليمة في إطار التصدي للجريمة وتأمين وسائل النقل العمومية أصفرت حملة أمنية عن إيقاف ثمانية أشخاص مفتشين عنهم في قضايا مختلفة أصفرت الحملة الأمنية في محطات المترو عن إيقاف ثمانية أشخاص مفتشين عنهم وإيقاف مجموعة من الشبان بصدد تخريب عربات المترو كما تم إيقاف نفرين بصدد بيع ياتف جوال بعد نشله من صاحبه هذه الحملة تندرج في إطار الحمالات الدورية للتصدي للجريمة ومقاومة النشل والسلب بالعنف التي أصبحت ظاهرة تقليق المسافرين مثمانية مفتش عنهم تم تقديمهم المراكز عنا سرقة بالنشل بالتلبس تم تقديم هذا المركز عنا 45 مخالفات نقل عمومي قاموا بها المراقبين وكذلك عنا 9 أولاد صغار هذومة تعطيل سير حركة المترو اللي تم تقديمه من محط الرمانة توا حاليا وعنا واحد فيهم هذومة 9 أطراف هذومة وواحد منهم حمل سلاح بيض إلى حد الآن منذ انطلاق الحملات هذه نلاحظوا كونه تم تراجع كبير في عملية النشل في عملية البركاج للقاعدة تاقف المحطات وتراجع كبير في نسبة الجريمة على وسائل النقل العموم المستفرون عبروا عن ارتياحهم لهذه الحملات مطالبين بتكثيفها وتعميمها على كل وسائل النقل التي أصبحت أماكن مرعبة على حد وصف كثير منهم بالنسبة لما تكتسيه من خطورة على مستقلي وسائل النقل العمومي نتفرد أموان نحس أن أموان نحن مطامنين مرتاحين فرق كبير بينسيوا لمدة هذه فهمة برشة حملات نحس أننا مرتاحين أعز حاجة واحد البركاجات واحد مفجوع على يمشي خايفة والله صراحة عز حاجة تعملوها في كل بلاسة مش كيف في المترو في الكار في الشيرع في كل بلاسة العشية ماخرة خطر عنا ولديتي يبدأوا يترانيه يبدأوا يقراه ويبدأ الولي يبدأ يعلم ربك كفاش يبدأ قلبهما مقطع على صغيره يبدأش يدخله دون كراهوا الأمن نبدأوا عبارة نحن موجودين معاهم موجود السرقة برشة برشة مرة تريد السرقة في المترو يقوي رحم والديهم وما يخذ معربها مقاومة الجريمة بأنواعها وحماية الأملاك الخاصة والعامة والتصدي لكل مظاهر الإخلال بالأمن العام هدف هذه الحملات التي أكد المواطن على ضرورة تواجدها في كل الأوقات وخاصة أوقات الظروة في أخبار العالم يستعد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري للتوجه إلى باريس بناء على دعوة وجهة له الرئيس الفرنسي مانويل مكرون وذلك في وقت ما زال الغموض يكتنف فيه المسالة اللبنانية في ضوء تصريحات متباينة من الأطراف المعنية يتغذى القلق اللبناني في الداخل مع كل تصريح يصدر من رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري أو يتحدث عنه لشح المعطيات وكثرة التأويلات أمام اكتفاء الحريري نفسه ببعض التدوينات على حسابه على تويتر آخرها تلك التي خطها اليوم والتي قال فيها إن إقامته في السعودية تأتي من أجل إجراء مشاورات حول مستقبل الوضع في لبنان وعلاقته بمحيطه العربي تتنسل هذه التدوينة زمنيا بعيد لقاء جمع وزير الخارجية اللبناني جوبران باسيل ونظيره الروسي سرغي لفروف بموسكو أدلى عقبه بتصريحات أكد فيها أن سيادة بلاده ليست للبيع وأن لبنان سيرد على أي محاولة لتدخل الخارجي معتبرا أن الأزمة المتعلقة باستقالة الحريري هي جزء من محاولة لخلق الفوضى في المنطقة وفي رد قد يكون مواجها لوزير خارجية السعودية عادل الجبير قال جوبران باسيل إن مصلحة لبنان ألا تكون سياسته مرتبطة بالمحور الإيراني أو السعودي لأن ذلك من شأنه أن يفقد لبنان توازنه الداخلي والخارجي وكان وزير الخارجية السعودية عادل الجبير قد صرح اليوم أن لبنان لن ننعم بالأمن إلا بنزع سلاح حزب الله محذرا من أن تتحول جميع الأطرف في لبنان إلى رهائن لدى هذا الحزب وبالتالي لدى إيران وفيما تتوتر التصريحات دون تضح ما ستأول إليه الأمور في لبنان يستعد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى التوجه إلى باريس تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل مكران في خطوة ترمي حسب المراقبين إلى إيجاد مخرج للأزمة التي تعصف بلبنان منذ أعلان الحرير استقالته باريس وما سيتلتب عنها وحسب المتابعين للشأن اللبناني ستكون المحطة التي ستكشف جزءا من أزمة لم يستوعبها اللبنانيون إلى حد الآن وألقت بذلالها على المنطقة الشرق أوسطية برمتها نهاية النشرة مشاهدين كرام هتذكر بأبرز مجاة فيها في علاوين نائب وزير الخارجية الأمريكية يؤكد دعم واشنطن لمسال الانتقال الديمقراطي في تونس ودفع التعاون الثنائي بين البلدين وزارة شؤون الاجتماعية تعلن التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله إجباريا إلى الـ 62 سنة واختياريا إلى الـ 65 قبل توجه إلى باريس الحريري يقول أن إقامته في السعودية تأتي من أجل التشاور حول مستقبل الوضع في لبنان وعلاقته بمحيطه العربي ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة تلفزة تونسية تونسية تيفي نقطة تيان نشكر انتباهكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر